بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نحل أسئلة مجمعة من نمازج البوكلت بتاعة الوزارة السنين اللي فاتت تمام على أول فيديوهوت هنبدأ به بسم الله سؤال سؤال بقى وركز معايا ونعمل لك فيديو خاص به الأسئلة المقالية فركز معايا أول سؤال بيقول ما آلية امتصاص نواتج هضم النشا طبعا النشا لما بتهضم بتحول إلى سكر جلوكوز اللي هو سكر وحادي عشان يتم عملية الامتصاص بآليتي يعني الانتشار وده من تركيز عالي تركيز مقفض وده لا يتطلب طاقة وآلية اسمها النقل للنشط تمام طيب أولا النقل للنشط ده انتشار ينفعه بس جول نقلة نشط إلى لعاية اللبنية غلط السكرات الحديدة دي تعبر طريق دموي والطريق دموي اللي هو طريق الشعيرات الدموية يبقى كده ما نفعش طريق الانفاو يبقى دي ودي غلط اي وبي غلط فاضي سي ودي هنختار فيهم ايه سي طب ليه لانه هينتقل من الشعيرات الشريانية الى الشعيرات الوريدية الى يبقى صح طب لو ما لجيتش انتشار عادي نقل النشط لانه ممكن تنتقل من تركيز مخفض الى عالي يبقى نقل النشط او العكس يبقى انتشار لو جال انتشار من الشعيرات الشريانية ماشي لكن انتشار هنا الشعيرات الى الشعيرات الوري دي تمام يبقى هنا الاجابة السي السؤال التاني وده احنا حلنا فيه اختبار لاكتاب الامتح ما نتيجة غياب النقر من اوعية الخش والله النقر دي مسؤول عن ايه اولا النقر دي موجودة فيه اصلا فيه جذر بتاعت اوعية الخش وده اماكن غير ملجنة مش معلاش لجنين وهذه الاماكن تسمح بمرور الماء من داخل الوعاء الى خارجه تمام وبالتالي الماء تنتقل هتنتقل بعد ذلك الى الاوراق عشان تقوم مع مليطة بناء ضوئي طيب لو مفيش نقر الماء مش هننتقل لا يبقى كده مش يحصل تفعالات ضوئية بالتالي بدلا ما حصلش تفاعل ضوئي مش يحصل تفاعل لا ضوئي بل اجابة سي هل تفاعل ضوئي تزيد لا هل لا علاقة بنقل السكروز لا ولا بتزود نقل الماء الملاح لا ده هتجل نقل الماء الملاح الى خلال اوراق وبالتالي يتفضل بل اجابة سي السؤال بعد اي اعضاء الجهاز الهضم يحتمل ان يكون به قصور لدى شخص منعه الاطباء من تناول الاطعمة الغنية بالدهون اكيد حتى لو جل يبدأ اكيد كبد كبد لانه الكبد يفرز عصار صفراوي لها دور في تحويل الدهون المستحل بدهن بالجزة اللي هي الدهون المستحل بدون عملية تجزئة عشان يساعد على انزيم اللايبيز بتاع البنكريا طب هو منعه هنا خالص يبقى عنده خالل على طول في البنكرياس في انزيم اللايبيز بتاع الدهون تمام اللي هو بيحاول الدهون او المستحل بدون الى الصورة النية احمد دهونية وجلسرية يبقى بدل الدهون اما المعدة لا المعدة ده خاصة بالبروتين مع الغاليز اصلا ملاش علاقة بالهض مخالص ده لها دور في تسليل خروج فضلات الطعام غير مهضومة وامتصاص جزء من الماء والاملاح والمرئ طبعا لا ملاش دور بالدهون السؤال اللي بعده لو جل الشكل البياني وضح اختلاف سمك الالياف العضلية المكونة للحجرات القلب عضلات القلب سمكها طبعا احنا عارفين ان البطينان اكبر سمكا من الازينان طيب في البطينان من اللي سمكه اكبر البطين الايصر طب لا لاني بوزع قدام الاجمعة الجسم عن طريق الشرع لاني الاورت تالي لابد يكون سمكه عالي منع لتمزق طب البطين الايمن اقل منه سمكا يبقى كده خلاص عرفت ان ده بطين ايصر وده بطين ايمن ودولة الازينان هو عاوز بطين ايه ايمن يبقى واي على طو صح اللي هو ده تمام عاوز اللي هو ده يبقى اللي هو واي سؤال التاني وترك سيبقى مع زيادة ترص بمادة الاجناين بجدر الاوعال الخشبية يزداد ارتفاع العصار النهيئة خلالها ما الخاصة تعبر عن ذلك والله ادي الاوعال الخشبة وجدار الداخلي فيه مادة الاجناين هنبدأ نرص الاجناين اكتر اهو من الداخل كده انا عملت ايه كده انا صغرت قطر الوعاية الخشبة القطر جال سغر والقطر لما يجيل ارتفاع المية بيزيد بالخصية الشعرية داخل نغ كلما نقص القطر ازاد ارتفاع المية كده عملت علاقة بين قطر الوعاية الخشبة وارتفاع الماء بالخصية الشعرية هل desired علاقة اكسية كلما القطر يزيد الوعاية ارتفاع المية يجيل طب لما القطر يجي الارتفاع الماء يزداد بالخاصية لين شعرية زي ما احنا قلناه لان انت عارف ان القطر الوعي الخشبية ترحمة بين 2 من 10 الى 5 من 10 ملي متر اعلى ارتفاع في اضيق الانبيب الى 2 من 10 بس فاحنا عملنا الخاصية دية وبالتالي جللنا القطر وبالتالي ارتفاع الماء زاد ولا لا زاد بالخاصية الشعرية السؤال السادس يقول ادرس الرسم البياني يوضح معدل ضربات القلب لدى احد الاشخاص خلال اليوم ما الفترة الزمنية تمثل قيام الشخص بنشاط بدني طب نشوف ضربات القلب هي معدل ضربات القلب الطبيعي 70 زي ما الكتاب جيبها 70 نبضة ده 60 وده 80 يبدا السبعينة يبدا الطبيعي ده طبيعي وده طبيعي لانا عمله باللون ده ده طبيعي طيب هنا الايب ده عالي لانا عمله باللون الاحمر والبي من سي بدأ ينخفط طيب اللي انا هنعمله مثلا باللون ده ونخفط وده بينخفط فهمني تمام هو عاوز نشاط رياضي في نشاط رياضي لما تبزي المجهود او في حالات الفرح او عند الاستيقاظ من النوم كل ده ضربته بالجلب بتزيد يبقى اكيد ايه بي حالاتو طيب لو جل الطبيعي الطبيعي اللي ايه الفترة ده اللي انا عملها او الفترة ده اللي انا عملها ده ايه وده طبيعي طيب لو جل وهو نايم ضربات الجلب بتجل في الفترة من دي الى ايه انا ده اثناء النوم لو جل ده اثناء نوم اما هو عاز يبزي المجهود يبقى الايه بي ده الايه بي طيب السؤال اللي بعده بكل الشكل بوضح عمليات حيوية تتم داخل بعض الكائنات الحية اي الكائنات الحية تتم بداخله هذه العمليات جلوكوز دانا طاقة والطاقة هزنت في صورة اي تي بي تمام والاي تي بي تاني ساعد في تكمنية جلوكوز طيب الجلوكوز دانا طاقة في صورة اي تي بي عملية هدم عملية تنفس خلواء او لهواء عمتها والاي تي بي ساعد تاني في تصنيع الجلوكوز ده عملية بناء اللي هو البناء الضوئي طب مين اللي بيقوم بالتنفس والبناء الضوئي معان اكيد معروف اللي هي النبات الاخضر يبقى انا هنختار نبات طب انا ما عنديش نبات في الاختراق هنختار تحلو بالكلوريلا لان التحالب نوع من النباتات وهي كينات زيت التغزي معظم طبعا مش كل التحالب لو انت فاكر تصنيف اولى زي تحلو بالكلوريلا تحلو بالنيتلا تحلو بالسويروجير اللي ورهم الاخضر تحلو بالكلمي دومونس كل دي تحالب من التحالب الخضراء بتقوم عمد بناء ضوء اما دي دانب الهارسية متطفلة لا غير ذاتية فطر الخميرة برضو غير ذاتي هلوك غير ذاتي متطف السؤال اللي بعد ادرس شاكل اي الانزمات التالية تؤثر على هذا المركب لتبدأ عملية امتصاصه طب عشان يتم امتصاصه لابد يكون في صورة الصورة النهائية يعني اما احمد امينية احمد دهنية السكرات وحدية طب دي رابطة ببتدي يبقى اكيد ده بروتين وده ودهو 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 ده حمد اميني طيب هو عاوز الصورة النهائية يبقى البفسين والتريبس لا لان الاتنين بيكسروا بعض الرابط البتدي بيحاولوه من بروتين سلاسة طويلة الى سلاسة قصيرة تسمى عديدات الببتاي خلاص صح انزمات البتدي لانه تكسر كل الرابط دي كلها كلها تحاولها لحماض امينية تالية تم امتصاصه في صورة احماض اميني امال اماليز لا امالوش علاق خلاص اماليز ده بيهضم النشويات نأتي لي السؤال ده وتركز لي فيه بقى في تجربة مشابهة لتجربة العالم اللي هو ميلفين كيلف تم استخدام سانوكسو الكربون بين الزير الاكسوجين 18 سانوكسو الكربون 18 وخلوا المية 16 من النواة التي يتم تكوينها اولا والله اولا هو كان بتكون البجال لانه تجربة ميلفين كيلفين كان بيعمل لعدة ثواني في اول حاية بعد ثانيتين بتكون بجال تجربة كانت اكبر بقى اكتر من كده الفترة يبقى الجلوكوز وهو عاوز اولا ايبا انا هنختار اختار اختار يا دي يا سيا دي دي مرفوض دي مرفوض طيب البجال ده ده سكر يبقى مصدره منين الاكسوجين بتاعه هيبقى من جاي من ثاني اكسود الكربون يبقى اكيد زي سانوكسو يبقى كام 18 عاوزك تركز في الجملة اللي اعملها بص كده ادي المعدة مناء الضوء سانوكسو كربون و ادي المية وضوء اوكلوروفيل ضوء اوكلوروفيل يدينا سكر جلوكوز و ادي اكسوجين و ادي مية طيب عاوز بقى كده نشوف الالواء هنخلي اكسوجين سانوكسو كربون كام 18 لاجون الاكسوجين ده 18 والاكسوجين ده بتاع المية ده 18 يبقى معنى ذلك ان اكسوجين الجلوكوز جاي من سانوكسو الكربون اكسوجين المية جاي من سانوكسو الكربون طيب هنخلي دhun بقى بلونتان ده و 16 عادي غاز الاكسوجين نفسه هيطلع 16 يدول ان غاز الاكسوجين مصدره المية و ليس سانوكسوجيد الكربون لكن لو قال لي مصدر اكسوجين الجلوكوز او البجال او مصدر اكسوجين المية النتيجة من عدو منها الضوئي جاية من ثاني اكسود الكربون وليس الاكسوجين بالاجابة سي ركز عشان دي مهمة جدا السؤال بعد ما الذي يصاحب حدوث تحول جلوكوز الى جلوكوز 6 فسفات والله ينبص على اهو ها دي جلوكوز هيتحول الى جلوكوز 6 فسفات الخطوة دي كان بيحصل فيها كان بيدخل تحول الى ده انتاج طاقة ولا استهلاك طاقة استهلاك طاقة استهلاك طاقة لانشترج جلوكوز بينتج المحصلة اثنين لكنه بيستهلك اثنين وبينتج اربعة فهدي اول واحدة استهلاك ودي رجحها واخنا واخدنا في حال الاختباء يبقى استهلاك طاقة لكن هالي وانت سانكسوجين بقول لا هالي سانكسوجين وانتوا تقلق تمام السؤال رقم 11 اي رسوم بانية تعبر عن تركيز المهد بالوريد الباب الكابدي وريد باب الكابدي ده طبعا فيه حتة معلومة مهمة جدا اعلى نسبة جلوكوز واحمده مني لاني لسه جاية بقى طازة من الامعاء لسه من الامعاء جاية من خملات الامعاء شهرة الدموة موجودة بخملات امعاء تصب في الوريد الباب الكابدي بقى اعلى جلوكوز واعلى حمده مني طيب نبص على الاختيار بقى طب هنا مديني سانكسوجين كربون بالشكل اللي احنا عملين ده حمده مني جلوكوز طبعا ده وريد يعني فيه نسبة سانكسوجين كربون عالية لان الاوردة تحمل دم غير مؤكسج يعني فيها سانكسوجين كربون عالي مع عدل وريد الرئوي يبقى لابد نختار سانكسوجين فضل يدي 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 تمام تلاتة دول اعلى سانكسوجين كربون طيب المفروض نختاره اعلى واعلى في التلات اهو ايه بالمفروض ده هاي الاخيرة ده اعلى فيه التلات طب ده اعلى في سنسو كربون ها ويه الاحماد امنية اعلى شوية بس الجولكوس اقل وهنا لابد يحدث صراحة الانسان تناول وجبة اه لانه يعني ممكن ممكن تنفع دي او دي عادي بس الافضل دي على اساس ان اعلى في كله لكن ممكن يكون مثلا عالية بدي وانا كلت احمد امنية بس وما كلتش النسبة الجولكوس الا اقل بس احنا بنختاره بشكل عام انا ده اسئلة امتحانات انه اعلى التلات طيب نشوف السؤال اللي بعده طيب بيقول ليه ادرس شكل المقابل مخطط ووضح اربع مناطق في تركيب الساق نبات زوفة الكتين مرتبة من الخارج للداخل من الخارج للداخل والله يا واحد دي اكيد بشرة انا من الخارج يبقى اتنين دي قشرة ثلاثة دي سطوانة وعائية دي المقونات انت عرفها واربعة ده انه انه خاع جميع طيب نكمل بقى البشرة دي صف واحد من خلايا بارانشيمي اما القشرة اللي رقم اتنين ثلاث اجزاء ايه دي ايه دي اللي انا سيت كولانشيمي وبيد انا سيت بارانشيمي والجزء اللي فاضل ده 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 غلاف ناشوي لو بيخزن النش طيب استوانة وعاي استوانة وعاي رقم تلات نشوف اللون غير سي ده بريسايكل ده غلاف للسؤال طيب دي وإي وف دي الحزمة الوعائية والحزمة وعاية دي تلات اجزاء انت عارف انها لوحاة للخارج وخاشة بليه الداخل وبينهم الاي اللي هو الكم بيوم وده طبعا عارفين انه انه خاع فعاوز يبقى الوظيف اللي اشترك فيها ناس دي وف دي اليداي اللي هو لوحاة وف اللي هو الخاشة بس نقل نقل العصار بس عصارة نيئة اللي هو الخاشة اللي هو الماء والاملاح ونقل العصارة الناضجة اللي هو نسيج اللحاء اما تغزين الغزاء غلط وده النخاع ده تغزين العصارة اللي هو النخاع تهوية ده اللي هو نسيج البرانشيمي مرونة ده اللي بيعمل مرونة اللي هو نسيج الكلانشيمي تدعيمه مرونة تمام فكده يبقى الاجابة الصحية نقل العصارة ان الاثنين من الانسية الوعائية الاثنين من الانسية التوصلية الاثنين من الانسية المسؤولة عن النقل لا السؤال اللي بعد اي اعضاء الجسم يقوم بتكوين وهدم نوعين من مكونات الدم بص هو هدم على طول يبقى اكيد يا كبد يا طحال طيب هو اللي بيعمل الاثنين طحال انتحدى المقبرة لخلايا دم الحمراء وايضا بيتم فيه هو بيخلي بلك تكوين وهدم كما تكوين وهدم نوعين من مكونات الدم طيب هو بيهدم من خلايا الدم الحمراء تكوين هدم خلايا دم الحمراء اللي هي الهرمة او المسنة اللي هي المنتهي عمرها طيب وبيكون من خلايا الدم البيض خلايا الدم البيضاء مش خلايا الدم البيضاء بتتكون من 3 اماكن وخالى الزام والطحال والجاز الانفاوي اللي هي العقد الانفاوي يبادى الطحال عشان كده اللي هو بيكون ويهدي بيكون ويهدي السؤال 14 ادرس المخطة السم اجيب هوانا ده سكر سنائي اتحاول الى سكر وحادي طب اللي تلين زي بعض يبادى اكيد سكر ملتوز يبادى جلوكوز وجلوكوز واسم الانزيم اساسا اسمه مالتز طيب دي رابطة ببتدية حمد 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 رابطة ببتدية دلتلين احماض امنية واحدها بقى كل واحد يبقى اكيد ده انزيمات البيبتديز اللي بتحاول الصور الصور النهائية كله يبقى اكيد دولة انزيم الملتز والبيبتديز ده من ضمن مكونات العصارة المعوية اللي بتعمل في الاسناء عشر لانها تحتوي على الانزيمات المكملة لعملية الهض عاوز الرقم الهيدروجيني اللي انزيمين اكيد العصارة المعوية بتمانية بيتش تمانية اما بيتش الفم سبعة اربعة من عشر طب والماعي ده من واحد ونص وثنين ونص طب والامعاء تمانية تماني السؤالي بعد ما المركبات التي يتأثر تكوينها في البلسية خضراء بنقص النيتروجين هو النيتروجين ده مغزيتكو برماشي اعلقته ده بيتكوين البروتينات اساسا لحمد الامينة الحمد الامينة يدخوين الانزيمات لالبروتينات يعني انت لو فاكر من اولى سنوي حمد الامينة زرط كربو مجموعة كربوكسايل مجموعة اومينو وهيدروجين ومجموعة الكاي تماني طيب الامينو ده فهنا يتروجينه يبا كده هيتأثر الأحماضة منية تأثر بروتينات اتأثر الانزيمات السؤال بعده زرعت نباتات عادية في بيئة صحراوية نبات عادي زرع في بيئة صحراوية نجح عدد قليل منها في التكيف أي العوامل يؤدي زيادتها إلى نجاح تلك النباتات ودي النهاردة في حسنة مريعة قلنا النباتات الصحراوية تتميز بضغط يسبوسي عالي جدا هي ونبات الأراضي الملحي عشان تمتص أكبر قدر من الماء فهل طول المجموع الخضري الخضر اللي هو السقان والأوراق غلط غلط ده لما يبقى طول المجموع الخضر أكتر يعاوز يمتص مياه أكتر لو قصر ماشي ممكن تركيز العصر الخلوي لخلاء الجزر صح لأن كل ما تركيز العصر الخلوي يزيد الضغط الاسموز يزيد فيمتص مياه أكتر طب صغر حجم الفجوة العصرية غلط لو كبر حجم ماشي قصر المجموع الجزر غلط لو لا طول لو عاد شراج الزري أكتر هيمتص مياه أكتر يبحث عن مياه أكتر يبقى الإجابة بي ما المواد الغزائي التي يعاد بناء مكوناتها يعاد بناء مكوناتها تعمل عازل حراري من برو الجو أكيد الدهون ويعاد مكوناتها يعني يعني بعد أن تهضم تحول أحمد وفني وترجع تاني بعد كده حصلها بناء فتحول الدهون طيب الدهون أكيد الفول السودان والسيمسي صحي خطب سأقوله حتى زبدة الفول السودان والسيمسي الخضر والفواكي ده في تمينات وحياة فيها مواد برضو بعض السكريات والحاد ده بروتين اللحم والبيت ده بروتين اللحم والخضر ده تمام إيبقى تفضل دي خلاص صحي مما تتكون جذر نهايات المنتشرة بين خلايا الكبد نهايات لوعاية ده موية بتبقى شعرات ده موية شعرات ده موية بتبقى نهاية شوريان في الغالب وبداية وريد نهاية شوريان وبداية وريد شعرات ده موية بتكون من طبقة روحدة اللي يطبق خلايا طلائية خلايا طلائية تمام أزبط سود 19 ادرس الرسم الذي يوضح جزء من قطاع عرضي في ساق نبات زوفة القتال اول حياء عاوز الخلال غير متميز اولا ايه ده بشرة طيب جميل وبيه ده ده والله للخارج يبدأ على طول ايه لوحاء وده خشب اللي هو خشب سانوي يبدأ مين اللي بينهم اللي هو الكام بيوم كده عرفت لسا من الخلال غير متميزة غير متميزة يعني غير متخصصة غير متخصصة يعني هتنقسم وتحول لخلال تانية كام بيوم على طول اللي هو السي يعني الكام بيومنوع من الخلال اسمها خلال شائية ومرسط مي شائية او مرسط مي وهذه الخلال غير متخصصة لان بعد كده بيحصلها انقسام ميتوزي فتعطي لوحاء سانوي للخارج وخشب سانوي للداخل والكم بيوم ده مسؤولا عن زيادة سمك الساق بيزود اكتبارايا سمك الساق بيزود معدلات النقل بصورة غير مباشرة لان نبديك له حالة خارج وخشب سانوي للداخل يبقى ليه دور في النقل بشكل غير مباشر مباشر السؤال بعده ما له عاد دمه الذي يعبر عنه الشكل تركيز الاكسوجين كان عالي وبعد كده بدأ يجل 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 طيب لكيد ده شريان شريان واي شريان ما عاد الشريان الرئوي يبقى الشريان الكلب الوريد الكابي ده لا لان الاوريدة كلها محملة بدم غير مؤكسة سانوكسوكربون ما عاد الاوريدة الرئوي يواريد كابي ده غلط اجوب غلط شريان الرئوي غلط لان محمد سانوكسوكربون اما ده شريان كالوي شريان كولوي معروف او لو ما لقيتش ممكن يقولي شريان كابدي شريان معاوي وهكذا شريان اورد هتقولي طب جل ليه لانه لما يدخل الكلية بيده اكسوجين يتفرع لشريان ده مهمة بتبديله بتبدي الكلية اكسوجين الاكسوجين بتجل ولا متجل تجل اما لو كان شريان رئوي فيه نسبة اكسوجين مخافضة جدا لانه بص اي شريان وريد فيه اكسوجين وفيه سانوكسوكربون بس لو نسبة الاكسوجين عالية يبدأ شريان معادة شريان الرئوي ولو نسبة سانوكسوكربون عالية يبدأ وريد معادة الوريد الرئوي وبالتالي لو مديني الاكسوجين كان مخافض وزاد شريان رئاو دي تركيز الاكسجين طب زاد له لانه لما دخل الريع حصل عملية تبادل غازي فبادى الاكسجين يزيد بعدين لما حصل تبادل غازي هيزيد في الوريد الرئاو هنا عاوزك تركز في الرسمات الازادي رسم بياني وضح المركبات العضوية النتيجة خلال احدى مراحل التنفس الخلوي والله تنفس الخلوي ودورة كريبس وسلسلة ناكليكترو طب هنا مديني عدد زرات الكربون عدد زرات الكربون بادئ باتنين بادئ باتنين يبدأ من الاتنين الوحيد الاسطايل ودنا ستة وبكاء خمسة وبكاء اربعة وهكذا ما تنفحش انشطار الجيليكوز لان انشطار الجيليكوز بادئ بستة بادئ بستة كده اللي هي جيليكوز جيليكوز ستة فسفات وفراكتوس ستة فسفات وفراكتوس واحد وستة سناس فسفات وبكاء بديك بجال وبديك بيرفك بديك تلاتة وراجع الكلام ده خدناك ازا مرة وفي عندك فيديوين موجودين اما ده دورة كريبس اكيد طب ده اتنين اسطايل والست ده حمضة سيتريك طب والخمس ده الكيتو جلوتاريك طب والاربع ده حمضة سيكسينيك وده الملك وده الأجزالو اسيتيك يبقى ده دورة كريبس على طول دورة كريبس اللي يتمر بمركبات وسطية وعاوز السؤال عاوز عدد جزيئات الاتب خلال هزي المرحلة طب عن دورة كريبس بديش هلأتي بيه واحد بس في الدورة الوحد لو عندك تحاول السيكسينيك الى ملك السيكسينيك الى ملك هدولي طب امتى نكتبها اتناشر والله اتناشر لو كملت سلسلة نقل اكترون جال اكسادة ام كملت سلسلة نقل اكترون يبقى اتناشر ماشي لانا المفروض بيطلع تلاتة ناد اتش في دورة كريبس الواحد واحد فاد اتش تو واحد اتبي فالتلاتة ناد اتش تلاتة بتلاتة بتسعة لان الناد بتلاتة والفاد اتش تو بتنين يبقى ادي كده 11 واتبي بيطناشر لكن انها جال خلال مرحلة وسكت يبقى اتبي واحد بس في المرحلة دي بس الشكل اللي بعده وبرضه تركز لي فيه كده ادرس شكل بالي وضح بعض نواتج عملية البناء الضوء بعض نواتج عملية البناء الضوء عدد جزئات الاد بي والاتبي الاد بي عالي والاتبي مخافض ايوه اولا ايه التفاعلات تحصل في هذه المرحلة لو حضرك زاكي شوية فيه حاج شطر المية هو نفس اختزال الناد بي هو نفس الفاسفارة كل دي في تفاعلات ضوئية هي بقى فضيشة اللي داي اللي اختزال سنة وسود الكربو لان دا تفاعل لا ضوئي طب انا برضو عاوز نفهمها عشان لو عكس المنحنة ومن اللي هنا الاعلى الاد بي معانا ذلك ان الاتبي معظمه اتحول الاد بي وده ما بيحصلش اللي في التفاعلات اللي هنا ضوئي اللي يبتتمنى في السترومة يبقى كده العبارة الصح دي الف اما لو عكس ان الاتبي هو الاعلى دا الاتبي والاد بي اقل يبقى دا تفاعل ضوئي اللي هو بيحصل فيه شاطر المية اللي بيحصل فيه اختزال الناد بي اللي بيحصل فيه الفسفرة ضوئي تمام السؤال الثلاثة عشرية ما نتيجة نقص نسبة السكر في الفجر العسرية تحلب النيتلا اللي بيعيش تحلب النيتلا عنصر الكولور رغم انه بيحتاجه مفروض بينتصه بالنقل الناشط انا بيعيش في ايه بركة فقيرة بالكلور وعاوز كله يبقى انتقل من البركة منخفض الى التحلب مرتفع بالنقل الناشط فعاوز السكر طب هي علاقة السكر والله السكر لو فيه موجود سكر النباتة يعمل تنفس سواء هواقه ولا هواقه عمت والتالي يبدينا طاقة والتالي يعمل عملية نقل ناشط طب لو سكر جل يبقى النقل ناشط يجل على طوال سهل لكن مالاش علاقة منتصص المي لان النقل ناشط تخاص بالاملاح هل يزيد من معدل انتاج النشا غلط المفروض معدل النشا يجل اصلا السبب ان النباتة اصلا مش هنتصص الملاح كتير وبالتالي مش هقوم عمت بناء ضوء او تجل لكفاة بناء ضوء هل يزيد منتصص الكولور لا يجل منتصص الكولور لكن دقيل عملية النقل ناشط الموجود السؤال هنا بقى جميل جدا ما المركب الذي يؤثر نقصه على معدل عمليتين البناء ضوء التنفس في نبات القلودية نبات مائي او اي نبات عمت اولا لو انت بتختار بالاستبعاد الناد بيه ده مش موجودة اللي في البناء الضوء بس والفاد والناد طيب والبناء الضوء حالة اتنين اللي هي دي والله احنا عندنا ده بطين ايدي اي صر اي بدا شريان اورتي بدا شريان اورتي بس هنا في حالة ايدي ده في حالة انقباض لاحظ ها ان القلب منقبض حجمه متقلص صغير والصمامات الايمن والايصر مكفولة والصمام الهلالي مفتوحة مفتوحة اما هنا العكس ده في حالة انبساط ارتخاء فالصمامات الايمن والايصر مفتوحين والصمامات الهلالية ها لاحظ مغلقة مغلقة واضحة جد طيب ده في حالة انقباض يبقى اعلى قيمة لضغط الدم اعلى قيمة يعني المفروض الاكس ده هيكون ضغط الدم فيه مية عشرين ملي متر زئبك لو كان عنده الشخص اللي هو الطبيعي وده في حالة انبساط يبقى سبعين ملي متر زئبك تمانين ملي متر زئبك مية عشرية على تمانين الشخص طبيعي طيب يبقى مفروض انعاصف رقم اتنين لو عاصف رقم واحد يبقى نختار مية عشرين طب انا ما عنديش مية عشرين هنختار أقرب حقيقة 130 طبعا هنا المفروض نختار 80 ما عنديش 80 أقرب إجابة 70 أما 10 دي لا ده في الأوريدة والشعارات الدموية 130 ده لما يكون عالي في الانقباضي و160 ده لما يكون في الانقباضي يكون عالي جد السؤال بعده بقول أي الممال ينقل البروثرومبين البروثرومبين اللي هو إنزيم يفرزه الكبد بمساعدة فيتامين ك عندك فيديو للجلطة الدموية موجودة تفصيل على اليوتيوب شرحه تفصيل إلى مكان تنشيطه اللي هو الثرومبي سؤال مين اللي هنجيله عشانه نشه هو طبعا مادة المنشيطة الثرومبو بلاسية فمين اللي بينجل أكيد البلازمة خلات دم الحمراء لا بتنجل غازين الأكسجين وسنكسجين كربو خلات دم البيضاء لا أصلا خلات دم البيضاء دي اللي وزيفها من عي الصفاحة دموية لا ما بتنجلش يبقى كده البلازمة لأن البلازمة هي اللي بتنجل لك بقى المواد كلها الموجودة بقى المية والأملح واليورية والكلام ده تمام السؤال ده مهم جدا مهم جدا ركز بقى أي العلاقات البيانية الآتية لا يعبر عن حركة سيتو بلازمة داخل الانبيب غربة ليه لا يعبر يعني العلاقة غلط يعني والله نشوف واحدة واحدة تركيز الأكسجين والسيتو بلازمة علاقة ترضية صح علاقة دي صح ترضية ماشي كلما زاد الأكسجين النباتة يعمل عملية تنفس هوائي هيعمل نقل ناشط لأنه ندينا اي تي بي فحركة سيتو بلازمة تكون أسرع لأنه بتأثر بدر حرارة وإيه الاكسجين ودر حرارة لما تكون موجودة ده بيأثر على لزوجة السيتو بلازمة بتالي تكون حركة أسرع وفي نفس الوقت در حرارة دي مهمة للتفاعلات اللا ضوئي وبالتالي ينتج جلوكوز ده فيه جلوكوز يبقى حركة سيتو بلازمة تبقى شغال يبقى ترضية صح طيب سيتو بلازمة وتركيز الجلوكوز كل ما يزيد تركيز الجلوكوز يجل حركة سيتو بلازمة ولا مفروض يزيد لا يزيد دي علاقة أكسية غلاء المفروض الأسرع تكون ترضي المفروض تكون ترضي كلما زاد تركيز الجلوكوز زادت حركة سيتو بلازمة يبقى ده فيه جلوكوز عالي يبقى تجمع عمليات بناء ضوية عالي يبقى كون جلوكوز يبقى السيتو بلازمة نبود يبقى حركته أعلى عشان ينجل لجماح خلانة بقى يبقى كده هو الإجابة دي طب أنا هنبص على التانية الـ ADP وحركة سيتوبلازم علاقك سي صح كل ما بزيد الـ ADP حركة سيتوبلازم تجل أما لو عمل الـ ATP وحركة السيتوبلازم ترضي لأنه كل ما الـ ATP زيد حركة سيتوبلازم زيد أما هنا الـ ADP زاد زاد يبقى حركة سيتوبلازم جلت ما معنى أن الـ ADP زاد يعني الـ ATP تكسر تحول الـ ADP عند الـ ADP كتير يبقى حركة سيتوبلازم تجل أما الـ ATP لما يزيد يبقى دي طردية يبقى مين العلاقة التي لا تعبر عن حركة سيتوبلازم تكون العلاقة دي يبقى المفروض تكون طردية آخر السؤالين حبايف في دولة بس وطبعا هنكمل حل الأسئلة المجمعة دي إن شاء الله في فيديو تاني إن شاء الله فركز معي النسيجي المسؤول عن التهوية في النبات نسيجي سفنجي صح أنه فيه فراغات ومسافات بينين العمادة لا لأن العمادة يقوم مع عملية بناء ضوء اللعاية ده هو الخشب واللوحاء مسؤولنا عن نقل نقل الماء ولا ملاحة ونقل الغذاء والخشب بيعمل تدعيم كلانشيمي بيعمل عملية تدعيم وقد يقوم مع عملية بناء ضوء إبقى التهوية نسيجي سفنجي السؤال سهل هنا بقى إدرس يكسهم أجيب عاوز مركب اكس واي على الترتيب ده هو الصلاة هو أي هو الصلاة هو أي بتديه للشعارات الدموية هو الصلاة هو أي ده فأكس جي فتديه للشعارات ده مأكس جي طيب وتطلع أي مع الهواء له هو الزفير سان اكسود الكربون ومخار المي تمام وانت بصلي كده على الشكل ده ده هو الصلاة هو أي أي طيب هنا الغاز اللي داخل ده سين مسر يبه اكسوجين طيب الغاز اللي طالع ده صاد وأليه أكل سان اكسود الكربون يبه داخلها اكسوجين وطالع منها سان اكسود كربون صح بس جوه عاوز اكس واي على الترتيب اكس بεια اكسوجين وده سان اكسود كربون صح يبه سي تمام او ممكن ولم在جدش سان اكسود الكربون يبه كده تمام ده اول جزء بالنسبة ليه الفيديو تمام ليه الاسئلة مجمعة وان شاء الله نعمل لك بجيته في الاسئلة مجمعة فيديو تاني مع الاسئلة ان شاء الله مثلا فيديو واسئلة مقالية بس ياريت لما هيدي ابعت الفيديو زمينك بس عشان كله يوصل للفيديو تمام عشان بالنسبة ليه الجزء المراجعة المهم جدا الاسئلة دي مهمة تمام ابعت على طول الفيديو ليه زمينك وربنا معاكم ان شاء الله ولو فيها السئلة احنا معاكم بالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته